سيناريو تكرر كثيرا وبات مكشوفا للجميع هجوم على قوات حكومية تعقبه حملة دهم واعتقالات تشن في المنطقة التي حدث فيها الهجوم فشل أمني وتحميل الأهالي مسؤولية ذلك الفشل حدث ذلك مرة أخرى هذا الأسبوع حين هجم مسلحون يرتدون زيان عسكريا نقطة تابعة للواء التاسع والعشرين من الجيش الحكومي في قضاء هيت غربي الأنبار وقتلوا آمر اللواء العميد أحمد اللامي وضابطا آخر برتبة بلازم وأصابوا جنديين وأكدت مصادر في تلك المناطق أن الحادثة توقعت أثناء اعتراض قوات اللواء لإحدى الميليشيات التي كانت تقوم بعملية تهريب أسلحة بين العراق وسوريا الرواية الحكومية قالت أن عدد المهاجمين كان بين 15 إلى 20 عنصرا ينتمون لتنظيم داعش مشيرة إلى أن طريقة الهجوم تشبه تلك التي قتل فيها العميد علي غيدان في منطقة الطارمية ببغداد لكن المراقبين أكدوا وجود فارق كبير في التعامل مع الحادثتين حيث أعقب هجوم الطارمية حملة أمنية شديدة وتصريحات طائفية تطالب بتهجير سكانها بينما تقول مصادر حكومية أن هجوم هيت حدث بعد خرق أمني كبير لا سيما مع تكرار الهجمات في الآونة الأخيرة بمناطق أقصى غربي الأنبار وتؤكد مصادر حكومية أن سكان تلك المناطق بدأوا يتعاملون مع القوات الحكومية بتوتر بسبب تصرفات الميليشيات معهم حيث تنشط العديد من الميليشيات في المناطق الغربية وتشن حملات تفتيش لمنازل المدنيين مع توجيه إهانات وتهديدات للأهالي وتدير ميليشيا حزب الله منافذ حدودية غير شرعية في المنطقة المحاذية لسوريا وتقوم بعمليات تهريب واسعة حيث يجني عناصرها أموالا من المسافرين غير الشرعيين كما تقوم بإدخال المخدرات والسلاح من وإلى سوريا بصورة مستمرة تحت أنظار القوات الحكومية التي تبدو عجزة عن إيقافها ويبدي مراقبون استغرابهم من تحرك الميليشيات بحرية في تلك المناطق دون أن تتعرض لهجمات فيما تعجز القوات الحكومية عن التحرك دون أن تعطي خسائر ما يضع علامة استفهام كبيرة حول طبيعة الدور الجديد الذي تطلع به الميليشيات هناك والأهداف التي ترمي إليها عبر توجيه إيراني يسعى كما جرت العادة إلى خلط الأوراق وتحقيق مصلحته على حساب أمن العراق واستقراره ترجمة نانسي قنقر